فيديو جديد و تشريبة ألعب جديد على الجهاز أيضا جديد من شركة انفينيكس جهاز انفينيكس والتوينتي اس كما ترون كما عددتك سوف نقوم بتشريبة كاملة لبوبشي على الجهاز سوف نرى عددات الغرافيك سوف يقدم لنا باللعبة سوف نقوم بلاعبة تقريبا يعني لمدة ساعة ساعة ونصف سوف نرى عدد الإطارات هل هناك ادروب الفريمات هل هناك اتقطاعات سوف نرى ايضا الحرارة عند اللعب لمدة طويلة وطبعا لانسى ايضا سوف نقوم ايضا باختبار الجرسكوب فكما قلت هذا الفيديو سوف يكون تريبة كاملة لبوبشي على الجهاز اللو 20 اس فقبل ان نبدأ فتنصى اللايك اشتراك فعل الجرس لان اقتربنا من المعاتف المشترك يعني اول شي سوف نبدأ بيسوف نرى بعض مواصفات الجهاز يعني بشكل سريع اولا النسخة السيادة هي اعلى نسخة من الجهاز نسخة 8 جيجا بايت رامو مساعة داخلية 28 وايضا الجهاز هنا ايضا يحمل معالج الميداتا كاليو جي ستة وتسعون سرعة يعني معالج ممتاز بالنسبة للجهاز يعني بهذا الفئة السعرية فعلا معالج ممتاز وسوف نقوم باختباره يعني بعد قليل بالالعاب اذا يكون ايضا بطارية خمسة الاف ملا امبير سرعة شانت 18 واط اداء البطارية هنا فعلا عظيم جدا بهذا الجهاز فبدون الان كلام كثير دعونا الان نقوم بدخول الى بوب جي ونرى طبعا ايدادات الجرافيك كما تشاهدون لديك هنا ايدادات يعني سريسة وكذلك فائقة بعدد الاطارات الجهاز ايضا سوف يصل معك الى غاية HD وكذلك هاي كما تشاهدون فطبعا ليجد لديك هنا خيار HDR فسوف نقوم باللعب على اقل شي سريسة وفائقة لكي نحصل على افضل شربات اداء وافضل عدد اطارات صالة عن اللعبات سريسة بشكل رائب فعلا لديك هنا سريسة ممتازة باللعبة صالة الاداء اللي حدا الان اراه جدا ممتاز فسوف نقوم باللعب تقريبا لمدة ساعة ونرى الحرارة وكذلك هناك ايد قطاعات باللعبة فالان تقريبا لعبنا لمدة ساعة وحتى ممكن اكثر صالة اذا كنت تشربت اداء فعلا محصنة جدا فعلا الجهاز هنا سوف يقدم لك اداء ممتاز الجهاز هنا سوف يقدم لك بالمناسبة 40 فرايم يعني تابتها بدون اي مشاكل تشربت اداء فعلا سريسة فاذا كنت يعني ميزان تكون حدودة وتريد جهاز الالعبة الجهاز هنا فعلا سوف يقدم لك تربة محصنة جدا اذا كنت كما قلت 40 فرايم كم تشاهدون الاداء فعلا جدا سريس اما بينتبالي الحرارة فعني باول 20 نصف ساعة من الالعبة بدأت يعني الاحظ بعد الحرارة بالضار لكن بعد ذلك صارة الحرارة ما زالت عادية جدا حرارة عادية لم اجد صارة اي مشاكل بل حرارة مع هذا الجهاز اما اذا كنت تسأل عن اداء الجاروسكوب فهذا صراعا هو اكثر شيء لم يعجبني بالجهاز يعني كما ترون اداء الجاروسكوب هنا فعلا بطيء بالاستجابة قريبا اصلا غير قابل لاستخدام فاذا كنت من الناس التي تلعب بوب جي كولوف دوتي يعني باستخدام الجاروسكوب فا لان يعجبك صراعا اداء الجاروسكوب بهذا الجهاز كما ترون اداءه جدا بطيء لان الجهاز اصلا لا يحمل حساس حقيقي للجاروسكوب فا أداء الجرسكوب ونصرة لمعجب إطلاقاً بالجهاز فذي كانت تعني تشير بس بوبش على الجهاز صراحة لذي يكون أداء ممتاز 40 فريم تابتة بدون أي مشاكل يعني سعر الجهاز النسخة للسيدي نسخة 8 جيجابايت رامو مساعة داخلية 128 فتأتي بسعر فقط 225 دولار وصراحة هذا يعتبر واحد من أفضل أجهزة التي ممكن أن تقوم بشرائها بذفة السعرية يعني الجهاز فعلاً سيقدم لك أداء ممتاز وقيمة عالية جداً مقابل السعر وإذا كنت تريد أن تتعرف عيني بشكل أكبر على مواصفة الجهاز فسبق ونقمت بمراجعة كاملة للجهاز تحدث عن الشاشة البطارية الأداء الكاميرات طبعاً ستفجد المراجعة بالقناة إذا كنت تفكر بأن تقوم بشراء أداء الجهاز فطبعاً مهم جداً أن تقوم بمشاهدة فيديو المراجعة فذكر رأيي طبعاً بشراء بس بوبشي على الجهاز الهوت 20S شاركني الآن أن ترأيك بأداء الجهاز بأتعليقات وكالعادة لا تنسى اللايك اشتراك فعل أجرس ورقكم في فيديو قادم السلام